ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة عدن في اجتماعه الدوري برئاسة محافظة المحافظة أحمد لملس عددا من التقارير الخاصة بنشاط عدد من المؤسسات والمرافق الخدمية وتطرقت التقارير التي قدمتها المؤسسات المحلية للمياه الصرف الصحي ومكتب الأشغال العامة والطرق وشركة النفط اليمنية فرعدا ومكتب التربية والتعليم إلى أبرز أنشطة تلك المرافق والمشكلات والصعوبات التي تواجه عملها وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بدرمعاون ووكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات وجه المحافظ شركة النفط بسرعة توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية لتلافي حدوث أي أزمة في السوق مشددا على ضرورة تكاتف جهود الجميع لإعادة شركتين مصاف عدن والنفط إلى وضعهم الطبيعي وممارسة نشاطهم المعتاد وأقر الإجتماع تكليف مكتبي الصناعة والتجارة زراع ريب التنسيق فيما بينهما للضبط أسعار اللحوم المتنوعة ووضع سعر موحد لكل نوع بما يضمن الفائدة المعقولة للتاجر وبما يحفظ للمستهلك قدرة الشراء بالأسعار الطبيعية بعيدا عن التلاعب والتفاوت والمغالاة في أسعارها وشدد على ضرورة تعميم التسعيرة المحددة لجميع محلات بيع اللحوم وإلزام ملاكها بإشهار قائمة في وجهة المحل تحدد أنواع اللحوم وأسعارها للمستهلك على أن يتم إتمام هذا التكليف في غضون مدة أقصاها شهر واحد مع رفع تقارير دورية عن مستوى العمل والمتابعة كما قرر الاجتماع تكليف مكاتب الصناعة والتجارة والزرعة والري وهيئة المصائد السمكية بالتنسيق فيما بينها بصورة دائمة والعمل على إعداد خطة عمل مشتركة وفريق مشترك للوقوف أمام ضبط أسعار الخضار والأسماك في الأسواق بحيث يتم تقدير الأسعار بموجب أسعار البيع والشراء للأسواق المركزية ويتم تحديدها والإعلان عنها بصورة يومية في وسائل الإعلام المختلفة وإجراء متابعة دورية لمحلات البيع وفتح خط ساخن للمواطنين لاستقبال بلاغاتهم عن المخالفات والرفع بالمخالفين لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وكلف الاجتماع مكتب الثقافة بإعداد تصور لإقامة برنامج فعاليات بمناسبة العيد الوطني الثلاثين من نوفمبر في مدة أقصها أسبوع واحد على أن يتم الرفع بالتصور للوكيل الأول محمد ناصر الشاذلي للإشراف والمتابعة والرفع بما يلزم لاتخاذ ما يلزم بشأنه